موسيقى الحكومة تهدد شركات الطاقة بزيادة الضرائب إذا لم تخفض أسعارها النمسا تحذر تطبيق تيك توك على هواتف المسؤولين الحكوميين تحذير من سقوط النمسا في مأزق الأزمات المالية مثل اليونان وإيطاليا النمسا تنضم إلى محكمة خاصة لمعقابة روسيا بعد غزوية أوكرانيا نصف أطراق النمسا يشاركون في انتخابات بلادهم المصرية النمسا تتصدر الدول مكافحة الهجرة في الاتحاد الأوروبي والعالم مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم وفي خبرنا الأول ناقشة الحكومة النمساوية اليوم إقرار حزمة مالية جديدة لمكافحة التضخم معلدة أنها ستفرض ضرائب ورسوما أكبر على أرباح شركات الطاقة إذا لم تقم بتخفيض الأسعار وأكد المستشار نيهما أنه إذا لم يتم الاستجابة للمطالب فستتم تحصيل رسوم إضافية بداية من يونيو المقبل وستتم اتخاذ تدابير أخرى في قطاع الغذاء حيث ستنشر الحكومة بشكل منتظم أسعار المواد الغذائية وستعلن النقابة عن كمية الأغذية المخصصة للتبرعات بالإضافة للكشف عن كميات الطعام التالف أعلنت السلطات النمساوية اليوم عن حظر تطبيق تيك توك على هواتف المسؤولين الحكوميين والسياسيين ويهدف الحظر إلى منع الشركة المالكة بايت دانس من الوصول إلى بيانات حساسة تتعلق بالأمن الوطني وسيادة البلاد وأكد وزير الداخلية النمساوية جيرها أتقانا أن القرار صدر بوقف استخدام التطبيق على هواتف المسؤولين وقادة البلاد يذكر أن النمسا ليست أول دولة تحضر التطبيق المثير للجدل إليها اتطبيق pile أميس المسؤولون والساوية لربلاد وأشخاء النمساوية للجد معاواتف المسؤولين والسليم على الفئة بديوية من بوندساوية لتفاعل من هذه الاشتراكات und تتحدث وهذا يوجد في اليوم المنسترات الحضر المهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية في فيفو من أن الوضع التضخم في البلاد مثير القلق لأنه يفوق متوسط منطقة اليورو بنسبة 2.5 نقطة مئوية وأشر المحهد إلى أن النمسا قد تواجه تحديات مالية مماثلة لليونان وإيطاليا إذا لم تتخذ إجراءات فورية للتصدي لهذا التحدي وطلب المحهد بتجميد الرسوم الحكومية وزيادة الشفافية وتخفيض ضريبة القيمة المضافة وحذر من تمويل هذه الإجراءات بالديون كما نصح باتخاذ إجراءات مستقلة لمواجهة التحديات المالية وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي قال وزير الخارجي النمساوي أليكساندر شالنبيرغ أن النمسا أصبحت شريكا في محكمة خاصة لمعقابة روسيا بعد غزو أوكرانيا مؤكدا أن الجنال لن يفلتوا من العقاب ويجب محاسبة الجنال وأكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في فينة وقوى جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان من كبل روسيا وتهدف المحكمة الخاصة إلى تحقيق العدالة وتدعمها النمسا بتدريب خبراء الطب الشرعي ودعم جعود المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في فينة ضد موسكو سفير تركيا في فيينا وزعنا سيهون أن أكثر من 62 ألف شخص من أصل 111 ألف تركي في النمسا شارك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية وتم نقل أوراق الاقتراع من النمسا عن طريق البر إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية بعد انتهاء عملية التصويت التي استمرت 13 يوما حيث تم تسليم أوراق الاقتراع للمسؤولين والممثلين السياسيين في القنصلية العامة التركية في فينة للجنة تخزين الاقتراع والنقل والتي بدورها ستسلمها إلى المجلس الأعلى في الانتخابات في تركيا كشف تقرير أوروبي أن النمسا في صدارة دول مكافحة الهجرة في الاتحاد الأوروبي والعالم وبين التقرير أن النمسا تتصدر بنسبة 34% تليها ألمانيا، هولندا، فرنسا والسويت وطلب المواطنون أيضا بتركيز الحكومة على الفقر والفساد والتعليم بعد الهجرة وأشار التقرير إلى عدم ارتياح مواطني النمسا لسياسات الولايات المتحدة والتوجه المتباين في النمسا تجاه العلاقات مع روسيا ويستند التقرير إلى استطلاع شمل 54 ألف مواطن من 53 دولة وعلى الأرجح سيكون كل من المستشار ووزير الدخلية بفرحة لا توصف بعد هذا التقرير البطولي لحكومتهم كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم كنت معكم أنا ريم أحمد، أمسي السعيدة، وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر